موسيقى السلام عليكم وأهلا بكم مجددا بعد مناورات بين مجلسي النواب والدولة ومشاورات تراجعت معها فرص إنجاز الانتخابات المفترضة نهاية العام احتمد البرلمان خارطة المسار التنفيذي للقوانين الانتخابية هذا الاعتماد ليس نهائيا اتبقى بعض الملاحظات التي ستحال إلى لجنة 6 زائد 6 لتضمينها في القوانين الانتخابية ومن ثم سيصوت عليها مجلسا النواب والدولة في جلسات قادمة بينما تتجه الأنظار نحو حكومة جديدة يأمل البرلمان أن تزيح حكومتين بيبة وحمات فهل تعتمد خارطة الطريق بعد تضمين ملاحظات مجلس النواب عليها أم أنها ستفتح بابا على خلاف غير متوقع وكيف ستتعامل اللجنة المشتركة مع ملاحظات المبعوث الأممي التي قال إن قوانينها لن تمكن من الوصول إلى انتخابات ناجحة لمناقشة هذا الموضوع أرحب بذيوفي عبر الأقمار الاصطناعية من بنغازي عضو مجلس النواب إبراهيم لدرسي أهلاً وسهلاً بك وعبر الأقمار الاصطناعية من إطرابلس عضو مجلس النواب عمار لبلك وأيضاً عبر الأقمار الاصطناعية من إطرابلس المحلل السياسي صلاح البكوش وعبر الأقمار الاصطناعية من بنغازي أيضاً المحلل السياسي حمد الخراز أهلاً وسهلاً بكم ضيوفي أبدأ معك أولاً سيد إبراهيم لدرسي يعني بعد تضمين خارجة الطريق اليوم من قبل مجلس النواب هناك من يتحدث على أن الهدف هو تغيير الحكومة ليس أكثر كيف تردون على من يتحدث أن فقط هدف الأعلى للدولة والنواب اليوم هو المضي قدما لمسار تنفيذ جديد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله يا رب العالمين والصلاة والسلام وعلى أشرف الأنبياء المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أشمعين رب شرح لي صدري ويسر لي أمري وحلو عقدة من لساني يفقه قولي تحية طيبة لك أستاذ محمد أشكرك على استضافتي والتحية موصولة لضيوفك الكرام ولكل مشاهدي ومتابعي برنامجك على قناة ليبيا الأحرار أهلا بك قد يكون لدي وجهة نظر مختلفة عن ما حصل اليوم ولكن بما أني أنا عضو مجلس النواب والتحدث بما حصل اليوم في قبة مجلس النواب هذا ليس وليد اللحظة يعني هو العالم يعلم كل العالم يعني اللي نقصد بهم الشعب الليبي والمتابعين والمخارطين في الأزمة الليبية يعلم أن المشكلة في ليبيا 90% أو أكثر مشكلة تنفيذية يعني بالدليل إحنا غيرنا كثير من الحكومات وتحصل كثير من الحكومات على ثقة البرلمان ثم انقلبت عليها كما حكومة البيبة حكومة السراج دخلت عن طريق ميناء وأصبحت تتصرف في المال العام وتتصرف في الاتفاقيات كيفما تشاء وكيفما تريد قبلها كم حكومة حكومة عبدالله الثني ثم حكومة بشاغة المسألة في ليبيا هي مسألة صراع على السلطة وصراع على الثروات وصراع على النفوذ وبالتالي هذه الأدوات هي أدوات الموجودة الآن التي تتحرك بها هذه الصراعات هي المال والسلطة التنفيذية الوزارات السيادية وبالتالي شيء طبيعي أن يحصل كل ذلك الآن في الساحة الليبية الاعتقاد أن انتخابات بدون حكومة موحدة هو اعتقاد جازم لدى الجميع والعالم يشاطرنا هذا الرأي ولكن كيفية الوصول إلى هذه الحكومة وكيفية تطبيق هذا الواقع هذا الأمر على أرض الواقع لديها يعني لو لدينا كثير من وجهة النظر أنا قد أخالف كل وجهة هذه النظر أعتقد أن العالم بدأ ينحو نحو تقاسم السلطة والثروة في ليبيا رأينا اللجنة التي بركتها الدول الكبرى المخارطة في الشأن الليبي رأينا اجتماع هذه اللجنة براءة السيد الصديق الكبير ومرعي البرعصي محافظي شطري الوطن شرطا وغربا رأينا أيضاً ستة خمسة زيت خمسة تجتمع اليوم في بنغازي اليوم منه على التوالي هو تثبيت الهدنة رأينا أن المجتمع الدولي لا يريد صداع في جنوب المتوسط لا يريد مشاكل وبالتالي قد حسم المسألة في ليبيا والضغط على الأطراف قد يولد انفجار وهذه الأطراف لديها داعميها الأقليميين والدوليين هناك خلاف ما بين إيطاليا وفرنسا في الشأن الليبي هناك الترك المتداخلة في الشأن الليبي هناك روسيا التي لا يستطيع حد أن يستبعدها من أفريقيا وشمال أفريقيا وليبيا بالذات وبالتالي أي حركة في هذه المنطقة قد تسبب حرب الدول الغربية وخاصة الولايات المتحدة الأمريكية هي غنى في غنى عن ذلك لديها صداع في أوكرانيا وتايوان وكوريا الشمانية ومناطق أخرى وبالتالي يريدون هذه المسألة في ليبيا ستاند باي يريدون كل واحد يقعد في مكانه وكل واحد يأخذ حقه منه وقرعته من الثر وثم بعد ذلك بعد أن ينتهوا من تلك المشاكل أم تنتهوا من سنة سنتين عشر مئة سنة الله أعلم قد يكتفتون للشأن الليبي أنا بصراحة أستاذ محمد أقول الآن أنا لست متفائلا بهذه الحكومة ولا أعتقد أنها ستدخل العاصمة أو أن البيب الذي كل يوم يثبت نفسه ويضرب أطنابه في الأرض ويشكل الكتائب ويشتري ذمم الدول كإيطاليا عندما باع التراب الليبي والهيبة الليبية في اتفاقات مشبوهة في إيطاليا في روما ومقابل ذلك جاءت طائرة من روما إلى معيتيقة أو من جنوب إيطاليا دليلنا والله ندرة حل في المشكلة هل البيب سيسلم لهذه الحكومة والذي داعمي داخلين وخارجين قد يقول ذلك للحرب أنا بالنسبة لي أقول أن حكومة أسامة حمد وجودها في المنطقة الشرقية وحكومة عبد الحميد البيب وجودها في المنطقة الغربية يشكل حل مؤقت وحق الانتماع طيب تثبيت الوضع على ما هو عليه والإبقاء الأمور أنا رجل من البرلمان ما يقرر برلمان أنا معه فيما يقرر طيب اسمح لي أن أنتقل بالسؤال للسيد عمار لبلغ أستاذ عمار وأنت عضو مجلس نواب مقاطع كيف نظرت الاعتماد خارجة الطريق اليوم من قبل المجلس من قبل زملائك في مدينة بنغازي اليوم أهلا وسهلا بك السيد الكريم وبضيوفك الكرام وأيضا بمتتبعي قناتكم أعتقد بأن مجلسي النواب والدولة يريدان أيضا التمديد لأن أساس الحل في ليبيا هو أساس انتخابي نحن تفألنا خيرا بعدما تم اعتماد خارجة الطريق التي وقعت في تونس وأتت بمجلس رئاسي جديد وحكومة تنفيذية وحكومة اسمها حكومة الوحدة الوطنية تبسط الأمن وتوحد المؤسسات وهذه الخارطة مدتها 18 شهرا هذه 18 شهرا انتهت وانقضت والآن هي خارج المدد حقيقة كان هناك وعد بانتخابات 24 ديسمبر كان الجميع الليبيين يريدون الذهاب إلى انتخابات في 24 ديسمبر 2021 ولكن نتيجة الأوضاع ربما الدولية خاصة وأيضا المحلية وتنازع الأطراف وتقاسم الثروة وأوناء شاطر السيد زميلي إبراهيم الدرسي في هذا الشأن هو صراع على النفوذ وصراع على الثروة أعتقد بأن هذا الأمر هو ربما حالة دون إجراء الانتخابات ولكن المجلسين مجلس الدولة اللي هو كان المؤتمر الوطني العام له الآن منذ 2012 متربع على عرش السلطة ثم بعد ذلك جاء عندما تم الضغط عليه بحراك الشارع ذهب إلى خارط الطريق سميت بمخرجات لجنة فبراير أتت بمجلس النواب مدة مجلس النواب 18 شهر ولكن نتيجة الصراع طيب هذا فيما يتعلق بالماضي أستاذ عمار ماذا عن اليوم هذا تشخيص للإشكال في الماضي تجاوزه الزمان أخي اليوم لو أن نجينا لاتفاق الصخيرات اتفاق الصخيرات لم ينفذ منه ربما 10 أو 15% إلا فيما يتعلق بجوانب معينة أساسها ربما البقاء في السلطة وغيره كما كانت حكومة فايز سراج وبعض الأطراف الأخرى نحن نعرف بأن خارطة الطريق تونس جينيف مدتها 18 شهرا ولكن لم تطبق هذه الخارطة حتى المصالحة الوطنية عجز المجلس الرئاسي الحالي عن إجراء أو التأسيس لمرحلة حقيقية في المصالحة الوطنية وبذلك أعتقد أن الأجسام الحالية جميعها هي فاقدة للشرعية لأن الأساس هو أساس قانوني نحن نريد من مجلسي النواب والدولة العبور الآمن بالبلاد إلى بر الأمان عبر إنجاز القوانين الانتخابية وإحالتها للمفوضية ثم بعد ذلك نذهب ربما إلى اختيار سلطة تنفيذية جديدة لكنك أستاذ عمار أنت أحد أعضاء المجلس لماذا لم تسعى إلى ذلك من داخل المجلس أو على الأقل عبر كتلة قوية داخل المجلس دعوة المجلس لأن يقوم بعماله قد تكون مقبولة من شخص خارج المجلس لكن من عضو مجلس نواب ممثل لدائرة انتخابية بحجم مثلا مدينة كازليتن لماذا لم تكن الفعالية تحت قبة البرلمان وليس من خارجه والله أخي الكريم هذا شأن خاص بياني وممكن ربما عدم ذهابي لبعض بجلسات المجلس في مسألة النصاب ومسائل أخرى أنا أقدرها أنا من يقدر هذه المسألة أما كما قلت لك سيد الكريم الليبيون جميعا يريدون انتخابات هذا هو أساس الحل السياسي في ليبيا عندما نؤسس إلى انتخابات عبر لجنة مثلا ستة زايد ستة لو أن تم اعتماد مخرجات لجنة ستة زايد ستة وإحالتها للمفوضية ثم بعد ذلك نختار حكومة تنفيذية جديدة تؤسس لمرحلة جديدة أنا لا أتحدث ولا أدعم حكومة عبد الحميدة بيبة لدي ما أقول في حكومة عبد الحميدة بيبة سنأتي على ذكر كثير من هذه النقاط سنأتي اسمح لي حتى ننظم الحوار قدر استطاعاتنا ونحافظ على مسار الحلقة من حيث الاستفهمات والالتزام بالمحور المتحدث عننا اليوم سيد حمد الخراز مجموعة العمل الأمنية الآن من بنغازي أخرجت بيان تتحدث فيه على أن قوانين الانتخابات الحالية لا تسهل الانتخابات وهي تدعو إلى تسوية شاملة من الذي أعاق العملية الانتخابية ومن الذي يحول دون إنجاز هذه القوانين برأيك الموضوع باختصار شديد إن ما يحدث الآن من اجتماعات التي عقدت بالأمس مع القائد العام مجموعة صفراء الذي كان على رأسهم سيد بتيلي هي تعتبر جولة مكوكية يقودها السيد بتيلي لجمع الاعتراف بخطته وهي التي سوف تكون على رأسها لجنة رفيعة المستوى وهو يحاول انتزاع الاختصاص من لجنة 6 زي 6 أنت تريد الإجابة من يعرق الاتفاق اللجنتين فهو سيد بتيلي والذي لديه الصمعة سيئة جدا نعتقد أن سيد بتيلي لا يريد انتخابات في ليبيا وهذا ما يخطط له بعض الدول بالنسبة للجنة الأمنية 5 زي 5 التي منبثقة في شهر يونو 21 في برلين تعتبر من أهم المصارات التي أعطتنا أمل بأن يكون هناك لدينا جيش موحد قوامه الآن 100 ألف عسكري التابعين للجيش الليبي بقيادة المشير أركان خليفة حفتر وأيضا بعض العسكريين الموجودين في العاصمة طرابلس ومدن غرب ليبيا وبعض المدن في المنطقة الوسطى هذا دليل قاطع بأن المصار الوحيد الذي قد نعول عليه وقد ندعمه بقوة وهو أن يكون هناك لدينا جيش موحد لا نحارب هذه المؤسسة التي صرفت عليها مليارات القدافي 40 سنة 40 عام كان الجيش الليبي قوامه وهي كتائب وليس جيش بمعنى الحقيقي وأركانه الآن الموجودة كان قوامه 50 و 25 منهم احتياط أعتقد أن المصار الأمني يسير بالاتجاه الذي نتطلع إليه أن يكون لدينا مؤسسة عسكرية تحترم مدنية الدولة وتدعم قيام أن يكون لدينا دستور ولكن ما يقوم الآن من كر وفر بين سيد عبدالله باتيلي رئيس البعثة الأممية لانتزاع الاختصاص والتصريحات السريعة والمتسارعة داخل مجلس النواب اليوم في الجلسة ما هي إلا الانتزاع الاختصاص من المجلس والمجلس الدولة ومجلس النواب لازال يقاتل على تغيير عبد الحميد دبيبة على رأس الحكومة واستبداله بحكومة جديدة وهذا الأمر الذي سوف يفشل نظراً لوطاعت وانبطاح السيد عبد الحميد لكل الدول بما فيها إيطاليا الآن طيب يبدو أن السيد صلاح البكوش الإشكال يتمثل في الحكومة هي التي تحول دون المضي قدماً نحو إنجاز العملية الانتخابية ولذا صوت المجلس على خارط الطريق بغيت توحيد هذه الحكومة ومن ثم الذهاب إلى إنجاز هذه العملية الانتخابية طبعاً يعني السيد الدرسي بداية قال لك 90% مش عارف من إجابها 90% طبعاً لكن قال لك 90% من مشكلة ليبيا هي السلطة التنفيذية هي ليست السلطة التنفيذية بالعكس السلطة التنفيذية ينتجها أو تنتجها السلطات التشريعية وفي هذا السياق الحقائق تقول بأن مجلس النواب ومجلس الدولة مجتمعين أو كل على حدة أنشأها حتى الآن تسع حكومات يبقى الغلط في من نغيروا الحكومات مرة أخرى والله نعطوهم نقولولهم غيروا حطوا الحكومة رقم عشرة وهذه الحكومات صوت لها وحكومات موازية وما إلى ذلك نعطوهم مرة أخرى فرصة ونقولهم بالله دلونا حكومة واحدة أخرى وبعدين شين يصير نعطوهم يعطوا حكومة واحدة أخرى السيد الدرسي هو صاحب المقولة المشهورة قام عزنا في مربوعة عقيلة وكل واحد خدا قرعتها السيد الدرسي هو صاحب أيضا الاحتجاج اللي موجود على اليوتيوب اللي يقول فيه إن إزاحة ابن عمي توفيق سعد مفتاح عن وزارة الثروة الحيوانية جعلني في حرج مع أبناء قبيلتي هذو اللي بنعطوهم يشكلوا حكومة مرة أخرى بيش يجمعزوا ويتقاسموا كل واحد قرعتها هذا اللي بيصير لا وقال لك شنو قال لك لا خلينا ديروا شو تارف شو نديروا يا جماعة هي تلحل العبقري خلينا نديروا حكومتين والفلوس نقسموهن على الحكومتين حكومة في برقة وحكومة في طرابلس طبعا حكومة فزان مش عارفوا اين كان هذي مجزونة فزان باي حتى ما نديروا له بحكومة وكل واحد ياخد عقا ونمشوا الأمور بحيث يجمعز مجلس النواب هو السيد الدرسي يتكلم بصفة عضو مجلس نواب ممثلين فيه أعضاء من الغرب وأعضاء من الجنوب وزميلة السيد الأبلغ من الغرب وهو زميلة في البرلمان وهذا أحد نواب الأمة شوف إذا كان مجلس النواب ومجلس الدولة يبقى يديروا حكومة جديدة ما عليهم لأن يمروا قوانين انتخابات أول ما تطلع النتيجة انتهت حكومة البيبة وما يقدر يدير شيء البيبة ولما يطلع البيبة نقولولا أنتلف الحمار بأم عمره فلا رجع ولا رجع الحضار مالا فك لكن ما يبقوش يبقوا يجمعز يفصلوا حكومة على مقاسم هم اتنين ويقولون لك يا لبيين هاك ماشي أمورك بها الحكومة وكل واحد ياخد قرأتها نعند انتعاركوا مرة أخرى ونديروا الحكومة رقم 11 جربناها جربناها وما انفعتش وهذا اللي قالها لك بثين اللي قال لك قال لك حكومة ما حكومة ما كده دير حتى قوانين الانتخابات قال لك يجب أن يكون هناك اتفاق سياسي واسع لأن مجلس النواب لم يعد يمثل أحد طيب مجلس النواب غراجي نقطة أخيرة في عجارة فبرة هل انذكرك بس مجلس النواب يا سيد الدرسي في آخر استبيان اندار عالميا هذا في جميع دول العالم ومنها ليبيا على القيم في هذه الدول ورانا بأن مجلس النواب الثقة في مجلس النواب بين الليبيين أقل من ثقتهم في الأمم المتحدة وشوف استطلاعات الرأي آخر استطلاع رأي طلاع في 2023 من مؤسس الديوان يقول لك بأن أكثر من 80% من الليبيين غير راضين أو غير راضين على الإطلاق عن أداء مجلس النواب ورئيس مجلس الدولة على التلفزيون على هذه القناة اعترف قالنا يا خالد راه الناس يكرهون طيب فأنتوا منوا بش تقولوا بش تقدوا أنتوا نعطوكم قرار تشكيل حكومة أخرى وما إلى ذلك فشلتم ويجب أن تخرجوا من المشهد مجلس النواب سيد إبراهيم لم يعد يمثل أحد وسيد بتيلي يتحدث على أن القوانين الانتخابية الحالية أو بشكلها الحالي لن تمكننا من الوصول إلى انتخابات ناجحة لربما هي ليست دعوة بتيلي ولا حديث السيد البكوش وحسب هناك من يتحدث على أن غاية المجلسين هي التمديد وهذا حديث حتى زميلك اليوم السيد عمار لبلغ عضو مجلس النواب بداية سيد محمد دعني أرد على سيد صلاح البكوش سأرد عليه بأسلوب وسأرد عليه بما بما يستحق من كلام أول شيء سيد صلاح البكوش قاله في مثل يقول ليعطيك حابل كتفة به قال أنتو مجلس النواب قلت أنت أن تسعين في المئة الحكومة المشكلة في الحكومة التنفيذية وقال الحكومة التنفيذية يجبها سلطة تشريعية فعلا نحن جبنا سلطة تشريعية وبدأ لذلك سيد صلاح البكوش جبنا تبيبة ويوم سحبنا من نثقة لم ينصع يوم قلنا نتوقف لم ينصع لأوامر مجلس النواب هل اللوم على سلطة تشريعية أم على سلطة تنفيذية التي تحصنت في أسوار العاصمة وتحصنت باتفاقيات مع تركيا وتحصنت بالقواعد الإيطانية الموجودة بجانبك سيد صلاح في مصراتها وفي غيرها وتحصنت بمرتزقة من كل مكان هل هذه الحكومة تتبع سلطة تشريعية أما بالنسبة لقولك لي أننا نحن قسمنا في مربوط حقين تراجم بارقة وعارف أن الكلام هذا ليس مسبب يا سيد صلاح نحن أطفان كثير عبر تاريخنا من النيران بكل واحد يأخذ حقه في بارقة لا مدينة تجور على مدينة ولا قبيلة قوية تأكل قبيلة ضعيفة يا سيد صلاح بعدين سيد صلاح هذا الكلام وجه لسيدة بيبة اللي طلع في فيديوهات في مصراتها وهو يقصف في الوزارات عيني عينك سيد صلاح لما لم تتقد سيد عبد الحميدة بيبة ثم بعد ذلك سيد صلاح البكوش نحن هنا الآن نتحدث عن حادثة حصلت عن حكومة التشخيص المشاكل وشخصنتها وانت فلان فلان سيد صلاح البكوش أنت أول شيء أول ما تلاقظ نفسك لديك فيديوهات عندما كنت معارضة تتجول في شوارع لندن تشكر في معمر الجذافي ثم بعد ذلك تقول أنني معارض سيد صلاح البكوش أنت تقيم في تركيا من يصرف عليك في تركيا سيد صلاح البكوش سيد محمد آخر ظهور لي معك كان سيد أشرف الشح يقول لي أنت تبرع بمرتبك أنا مرتبي اللي نأخذ في مجلس النواب لا يعيش ليش ثلاثة سبيع في لندن ولا يعيش ثلاثة سبيع في إسطنبول ولا في روما من يصرف عليك صلاح البكوش من يعطيك الباية كي تتحدث لنبتعد عن شخصنا أستاذ إبراهيم رجاء لنتحدث عن الموضوع وفي هذه الحلقة سأرد عليك بما يليق بك طيب لنبتعد قدر الاستطاعة نعم عن الحديث الشخصي ونتحدث عن الموضوع مازال في جربة كثيرة يا صلاح البكوش مازال عندي ما نقول لك لك الحق والحرية في أن تتحدث بما تشاء لك فقط الحديث عن الموضوع ليس عن الأشخاص ضبط أولا محمد أنت ضبط أولا طيب هو على الأقل صارى إبراهيم الدلسي قال إبراهيم الدلسي وعم شحايب الرجل يكلم عن مدينة وعن منطقة وعن قبيلتي قبيلة الشرفاء صلاح بكوش عرفتها في برقة قبيلة الشهداء قبيلة الطيارين قبيلة الرجال على مدى التاريخية قبيلة الأبطال اللي عندنا أربع رجالة في مسودة الستين ليس الحديث عن القبائل رجاء ألسيد إبراهيم رجاء ألسيد إبراهيم الحديث أنا لا أستعرم قبيلتي أنا تكلمت حتى لا يأخذ الحديث مسار آخر ألسيد إبراهيم الدرسي طيب ليس الحديث عن أي قبيلة والاحترام لكل القبائل الليبية طيب سأذهب إلى ضيف الآخر سيد عمر لبلغ لكن حتى نؤسس لنقطة نظام في هذه الحلقة نحن لا نأتي على ذكر أي قبائل كل القبائل الليبية هي فوق روسنا وهي مقدرة وأي فعل يأتي من أي فرد تابع لهذه القبيلة اسمح لي فقط رجاء سيد إبراهيم أي حديث يأتي من أي شخص ولا يمثل القبيلة ولا يمثل المدينة ولا يمثل أي منطقة ولنلتزم قدر استطاعتنا بالموضوع للأشخاص سيد عمر لبلغ لماذا تارة يتم الاحتراف بمجلس النواب كسلطة تشريعية لها كامل الشرعية في اختيار الحكومات وتارة أخرى لا يتم الاحتراف بها عندما تأتي بنتائج عكس بعض المؤسسات السياسية صاحبة المصلحة كما يتحدث الآن السيد إبراهيم الدرسي أخي كريم أريد أن أعلق فيما يتعلق بشخصنا الأمور أعتقد أن نقاشنا هو أساس موضوعي نحن نتكلم على الحل السياسي في ليبيا الحل السياسي هو أساس قانوني بالأساس ثم بعد ذلك فلتذهب الحكومات وتذهب الأجسام غير مأسوف عليها عندما تحدث في المجتمعات أزمات سياسية دائما نذهب إلى انتخابات في خلال العامين الماضيين بلغاريا أجرت خمس انتخابات تشريعية تركيا في 2017 عادت الانتخابات دولة الكيان الصهيوني ما يسمى بإسرائيل أيضا دخل في خلال عامين فقط أربع انتخابات تشريعية هذه المسائل عندما تحترم السلطات قوانينها وتشريعاتها وأيضا إرادة شعوبها نحن جئنا عبر صناديق الاقتراع ونخرج عبر صناديق الاقتراع ولكن لا يحق لنا البقاء في الجسم السياسي إلى الأبد هذه مسألة واضحة لماذا لا يذهب الليبيون ويمكنون من الذهاب إلى صناديق الاقتراع ويختارون سلطات تنفيذية جديدة عندما نؤسس للقاعدة انتخابية ونذهب إلى انتخابات فبذلك ستتغير الحكومة وسيتغير الصديق الكبير وستتغير الأجسام الرقابية الأخرى وغيرها نحن نريد التأسيس لأساس قانوني دستوري والوصول بالبلاد إلى المرحلة الدائمة عبر دستور دائم والتخرج كل الشخص وكل الكيانات وكل المؤسسات التي هي موجودة الآن غير مأسوف عليها هذا هو أساسنا الذي نناضل من أجله وهذا الذي انطلقت له فبراير منذ 2011 أما بخصوص التعنت فنحن نعرف بأن كل طرف يتعنت وكل طرف يحاول استغلال القانون لصالحه حتى أننا وجدنا المجلس الأعلى للقضاء لا يريد الاعتراف بحكم دائرة دستورية والذي هو يشرف عليها من الجانب الإداري كيف لجهاز قضائي لا يريد الاعتراف المجلس الأعلى للقضاء لا يريد مغادرة السلطة الصديق الكبير منذ تأسيس المجلس الوطني الانتقالي لا يريد الخروج كل الأطراف تريد البقاء في المشهد وتحاول بشتى الطرق بالتحالف مع مجموعة مسلحة بكيانات دولية بغيرها وللبقاء والتشبث بكرسي السلطة للحصول على جزء من الغليمة في الدولة الليبية طيب سيد الخراز يعني انتقدت مجلس النواب وانتقدت العلى للدولة وانتقدت أيضا لدبيبة ممثلة أو ممثل في حكومة الوحدة الوطنية ورأيت أن الحل يكمن في المؤسسة العسكرية التي أطلقت عليها وصف الوطنية لكن يعني اليوم هناك أطراف سياسية بدأت تبرز كقوة مؤثرة في برغا ليست مجلس النواب وحسب اليوم نجل خليفة حفتر بالقاسم هناك أنبات تتحدث على أنه قسم مجلس النواب هو من أقال بشاغة هو من أقال الحبري وهو من يمتلك أدوات الضغط والتغيير وبالتالي ألا ترى بأن المؤسسة الوطنية التي ترى بأنها يجب أن تكون محايدة وبعيدة عن كل الصراعات السياسية دخلت في صلب الصراع السياسي ولم تعد تملك شرعية النزاهة والحياد والموضوعية بل أصبح الطرف سياسي آخر يدخل في صلب العملية السياسية نعم شوف سيد محمد السؤال اللي طرحت هذا السؤال المركب التجوزة الأول كان أعتقد أنك سألتني أنا انتقادت مجلس النواب والدولة واتقادت حكومة ولكن أنت وظفت شيء أني ناقلت الحل يكون عبر المؤسسة العسكرية أنا قناعاتي الشخصية بعيدة عن التحليل السياسي الذي يقوم به الآن بأن المؤسسة العسكرية لا دولة بدونها بدون مؤسسة عسكرية قوية تقوم على أسس صحيحة مثل ما نشاهدها الآن نحن بقيادة المشير خليفة حفتر هذا أكبر دليل بأن نحن نسير في الطريق الصحيح بالنسبة لي وبتجارب الماضي وكل الدولة التي مرت بأزمات مثل الأزمات في ليبيا بالنسبة لمؤسسة العسكرية وتدخلها بشأن العسكري لا يجد أنت برعا قلت يا سيد محمد يقولون لا يوجد دليل السيد بالقاسم أول شيء راه إنسان مدني وهو عسكري يعتبر شخص مدني إذا كان لديه تحالفات وذكرنا هذا وإذا كان لديه تواصل مع بعض النواب أو بعض أعضاء مجلس الدولة أو بعض المزارة حتى في الحكومتين فهو يعتبر شخص مدني يتواصل بشكل شخصي وبصفاته وبإسمه كابل قاسم خليفة ما في الجرم هنا أنا نشوف فيه ما يجرم هو لا هو عضو مجلس دولة ولا هو عضو مجلس نواب ولا يجسى لديه تكليف مقنن من قبل قيادة العام بش نقوله نحن القائد العام أقحم أحد أبناء في المجال السياسي فهذا الأمر يجب أن يكون واضح للجميع وانا بنعلق عليه جزئية من المغالطات التي لا يمكن تجاوزها السيد صلاح البكوش خلال النقاشة قال بأن مجلس النواب أو الجسم التشريع شكت تسع حكومات ليبيا تعاقبت عليها حتى اللحظة ست حكومات فقط ومجلس النواب شكل حكومة واحدة وهي حكومة عبدالله ثني وحكومة لتبيبر شكلها المجتمع الدولي في المنتدى الحوار الإنساني فهذا دليل قاطع أن هناك جهل واضح للتراتبية أو الحكومات التي تعاقبت بقراءة يجب أن تكون حقية للمشهد السياسي يعني موجود يحلل الآن في الاستيديو وشن صار في ليبيا ومش عارف كم الحكومات التي تعاقبت في ليبيا ومش عارف ما نشكلها نحن نبدو من عبدالكيب رحمة الله عليه هذا كلف مقابل المجلس الانتقالي بعدها توالت الحكومات كل بالمجمل التوتل يا ستاة صراح البكوش ران ست حكومات فقط مجلس النواب عليه من المغالطات والأخطاء والتجاوزات ولكن وصف المربوعة أن سيد إبراهيم إدرسي إن حكام مربوعة يمثل نفسه سيد إبراهيم حتى لو صرح بهذا الشكل ويمثل نفسه كنائب أو عضو لمجلس النواب عن مدينة منغازي حتى لو كانت مغالطة ولكن مربوعة الاتبيبات راهي قادم عبية فالازدواجية في المعايير وعدم وجود رؤية حقيقية للقضية الحالية في ليبيا هذا أمر كارثي ويتحدث بصراحة وشفية سيد إبراهيم ما حكى ما غيب شيء لكن الدناسة موجودة غادي في مربوعة الاتبيبة ومحاول التوظيف أن الصراع بين غرب وشرق وجنوب أو جنوب مهمش وهذا يزارع فتن الجنوب يتبع للحكومة الليبية يجبع الإجابة على هذا الكلام ورد عليه الجنوب يتبع للحكومة الليبية برئاسة سيد سامة حمال دعني أحيل نقطتك فيما يتعلق أقليم وجوزة لا يتجزل جوزة هو أقليم الخيرات طيب بالنقد فيما يتعلق سيد صلاح البكوش فهذه مغالطات لا يمكن تركها طيب اسمح لي أنا أنقل فكرة وهو سيرد عليها هذه مغالطات لا يمكن تركها ولكن أنت وجهت لسؤال يا سيد محمد اسمح لي فقط لديه الحق ولديه المساحة للرد علي كل ما ذكرت يا سيد محمد أنت تتوجه له في سؤال يترك السؤال ويذهب لضيوف يذهب لجبع الضيوف من ضمن المغالطات اسمح لي رجاء سيد حمد حتى أنظم الوقت حتى أنظم الوقت اسمح لي حتى نأخذ على الأقل أفكارك فكرة فكرة ويرد عليها كل شخص هنا سيد صلاح البكوش لماذا تلوم على كما تحدث الضيفين الآن على مربيع عقيلة أو مربيع برقة وتترك مربيع الغرب ومسئلة المحاصصة السياسية فيما يتعلق بتوزيع الوزرات الحاصلة في حكومة الوحدة أو حتى في مناطق بمصرات وطرابلس والزاوية الإشكال الليبي إشكال واحد لكن لا طالما انتقدت أنت ما يحدث في برقة دون سواها هناك أمر آخر فيما يتعلق بكون مجلس النواب سلطة تشريعية أو سلطة غير محترف بها عندما أتت بتبيبة صوت على هذه السلطة واحترف بها كسلطة تشريعية لكن عندما سحبت الثقة من حكومة الوحدة لم يعد مجلس النواب ممثل شرعي سيد صلاح البكوش طبعا 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 أولا أولا أنا سوف في هذه الحلقة سوف أتجاهل الخراز تماما لأنه يأتي لكل حلقة بهدف واحد وهو التأكيد على ولعه بالمشير وبالقيادة العامة هذا هو هدفه الوحيد في هذه خليني الرد عليه مباشرة على قصة عدد الحكومات أنا قلت وراجع الشريط قلت بين مجلس النواب ومجلس الدولة تسع حكومات خليني نسمي لك زيدان الحاسي الغويل معيتيك السراج الثني بشاغة حماد الدبيبة هذين تسعة باي أعتقد تقدر تعدن علي صواب عيدك الثنين باي هذا من ناحية لكن شوف أن الدبيبة عنده مربوعة أي دبيبة عنده مربوعة وحدة من أكبر أكبر يعني نقاط الفشل عنده أنه لم يستطع أن يخرج من تحت عباءة هذه التهمة بالفساد والشلة اللي معاه شلة قاصرة شلة متاع صفقات ولهذا أنا ممنوع من الخروج على قناة فبراير منذ أشهر لأني أنتقد حكومة الدبيبة وأنا لست بحاجة لأن أقدم شهاداتي في المجال السياسي الليبي أو ما إلى ذلك فأنا أترك هذا لأصدقاء آخرين وتعرفونهم وهم في المشهد السياسي منذ سبعينات القرن الماضي باي خلي نقول لك حاجة آخرى السيد الدرسي يفتخر آه ويقول لك نحن قبلتنا منها عبد الرازق شاكلوف يدرسي أنت يجب أن لا تتحدث عن عبد الرازق شاكلوف لأني أعرف عبد الرازق شاكلوف منذ أن كنت طفلا في البيضة الرجل قام يحكي لي والدي قال عندما أقيل في الستينات عندما أقيل في الستينات طلب من الوالد قال لي يا حسني شنو عندي من علوات قاعدة عندكم لأن الوالد كان مدير المالية مشاه الوالد جاب لقريشات بتاعه اللي قاعدات في حسابه دفاع قال لي فاتورة متاع الفندق والباقي وزع الموظفين متاع الفندق ذلك هو عبد الرازق شاكلوف شنو جيب عبد الرازق شاكلوف لك أنت ولا لي أعظام مجلس النواب أو معظمهم فشوف يعني فرق فرق شاسع شاسع أما قصة أنه والله نحن في برقة ما فيش قبيلة تاكن القبيلة الأخرى بقوا لما نمشوا نسأل الجوازي وأولاد عليه شنو يقولوننا يقولوا نفس الكلام اللي قلت أنت فيا راجل يا راجل لا تستعرضوا الجهلكم على المشاهدين رأى المشاهدين فيهم ناس وجدين يفهموا وعارفينك أنت شنقاعد يدين في مجلس النواب ويشوفوا فيكم وشورخ متاعكم على التلفزيون عرى يكب اليوم اليوم واحد واحد من أعضاكم قال قال طز في أمريكا ونات ونضرب للسفراء بالكفوف هذا نائب من نواب الأمة يتكلم هكي على شاشات التلفزيون يشوفوا فيه رجال كبار وصبايا واطفال والله أنت اللي خايف علي وزارة التروة الحيوانية لعيال عمك بأمارة شنو عيال عمك والله قبيلتك تستحق وزارة أي لي بيفهم في الشعن هذا يأخذ الوزارة أنا ما عنديش مانعنا قبيلتك تأخذ جميع الوزارات إذا كان عندما أشخاص أكفاء فورة طيب لهذه طيب لكن هذا العقلية هذه ما عاش تمشي يا راجل وضحت تماما لا محمد في عجالة رجاء سيد صلاح في عجالة رجاء لما حكومة الدبيبة لما حكومة الدبيبة جت ليس مظبوط يا محمد انتارك طيب لما كذا ليس مظبوط رجاء سعوذي رجل إبراهيم لما حكومة الدبيبة جت لا لا ليس مظبوط أنا الدور الجاين تاعي يا محمد عطيه للخراج ليس يعبر عن مشاعر الآخر طيب اسمح لي في عجالة رجاء سيد صلاح فخلينا نقول لك لما حكومة ادبيب جت لما حكومة ادبيب جت في عشرة تلاتة تسمع فيها محمد واضح واضح تفضل في عجالة رجاء لما جت حكومة ادبيب وعطيت الثقة بمية واثنين وتلاتين صوت في عشرة تلاتة في تمانية وعشرين اربعة منع حفتر الحكومة اللي اعطاها الثقة مجلس النواب مية واثنين وتلاتين صوت منع من الهبوط في بنغازي شنو دار مجلس النواب ننتقل بهذه الفكرة ولم يتحدث بشيء وضحت اسمح لي سيد صلاح سيد ابراهيم الدرسي الحديث عن اعضاء مجلس النواب بعيدا رجاءا عن اي خلفية اجتماعية وكل القبائل هي فوق العين والرأس حتى لا ندخل في امور نحن في غنى عنها لكن الحديث الشخصي عن ان اعضاء مجلس النواب دخلوا في الحكومات والسلطات التنفيذية دخلوا في الهيئات الاستثمارية دخلوا في سلك الخارجية ساوموا من اجل وصول بعض رؤساء الحكومات على كثير من المناصب سواء لهم او لأقربائهم من الدرجة الاولى وبالتالي سيد ابراهيم هذه التهمة موجهة اليكم انتو كأعضاء مجلس النواب كيف تردون عليها انا محمد بيش نردن بيك تعطي الوقت كل لسيد صلاح البكوش وخليه يحكي وحكيات المربيع ونعزاز بتاعات الشيكة كوية ونقمع زيك وتفرجوا عليه صلاح البكوش وهو يدلس لا ناخد وقتك سيد ابراهيم تفضل قال له ست حكومات جاب لنا حكومات من ايام المؤتمر وطني هذا يسموه فيه تدليس حتى في علم الحديث يقوله فيه تدليس يجيب كلام وتهم الناس انه بالكلام تقول فيه حقيقة هو غير حقيقة شيء الثاني سيد محمد زينوبة انت انا لما تكلمت الرد علي صلاح البكوش اسكتني وفكني من شخصنا انت لم تتعترض على حرف واحد وهو يكيل في التهم لنا ويقول في الاندار انا جاي انا نقمعز نحكو علي جانب سياسي علي عقدة سياسية الشتم والسب والكلام ما يجيبش نتيجة طلع البكوش واحتر بشيبتك احتر بشيبتك راك والله العظيم بلغت من الكبار العتية وانت عارفين سوقك انت ادبيبا بخليفش تطلع لانك انت كنت المتحدث باسم السويحلي وصاحب عبد الرحمن السويحلي وكنت نجري معهم في الصخيرات وعارفين طموحاتك السياسية ما بيش نرد عليك بكلام مخرب زيادة نحتر بشيبتك انا جاي هنا نبي نحكو في مسألة المسألة هذه ما خذينش فيها خمس دقائق كلها صلاح البكوش قال ابدرسك قالوا قبائل برقة قالوا بعدين التدليس بتاعك الجوازي اخرجوهم مجدادك لتراكي صراحة البكوش اللي جبوك البرقة رجاء عدم الاتيان على القبيلة لم نقل من غيرك يا سيد إبراهيم خذ راحتك لا لا لكن مواضيع القبيلة رجال السعادي ولد علي خوتي عقاقرا الحرابي ولد علي أخوة وسعادي في برقة نحن لم نخرجهم اخرجتهم من دولة تركية عندما قتلت خمسمائة شيخ من الجوازي في القشلة في البرقة يا سيد صلاح البكوش لماذا يكذب والتدليس يا سيد صلاح البكوش برقة لا تقتل بعضها ولا تعلم بالدليل شوف تورغة شوف ترؤونها شوف المناطق المهاجرة المناطق الغربية وجنوبية ونسكنو وين جاعدين في بنغازي أصبحوا إخوة لنا وينطيقونا بلساننا يا صلاح البكوش ويزاحمونا في كواشنا في محلاتنا في أسواقنا في كل مكان خلينا في مجلس النواب شيخ إبراهيم يا أستاذ إبراهيم رجاء خلينا في مجلس النواب رجاء خلينا في مجلس النواب طيب يا سيد إبراهيم أعطيتك حق الرد بشكل كافي أستاذ إبراهيم رجاء يا أستاذ إبراهيم لنعود لنعود بما صار الحلقة رجاء بعيدا عن القبيلة عن المنطقة عن المدينة ماذا عن مجلس النواب يا سيد إبراهيم سأتكفل بالرد لا 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 يا سيد إبراهيم ثق بي سأتكفل أنا بالرد وأوزع الوقت بشكل عادل والحديث أرجو أن لا يأخذ لا رديت علي صدقني غير خلينا توى في مجلس النواب رجاء على احتبارك عضو تمثل هذا المجلس سيد إبراهيم ماذا عن الحديث الذي ربما تطرقنا إليه فيما يتعلق بأن أعضاء مجلس النواب وصلوا لوزراء وسفراء وفي هيئات استثمارية بغيت أو بعد مساومات مع من يأتي على رأس السلطة التنفيذية سيد محمد أنت تعرف من هو أبراهيم الدرسي في بنغازي وصلا حبكوش بدرعانه وكماله في بريطانيا معارضه بدرعانه وشان يعرفين ما يعرفنيش وتعرف ليبيا وبنغازي من هو أبراهيم الدرسي في البرلمان أنا لدي رأي سياسي لما تزحزح عنه قيد أمنا أنا لدي رأي فيما يحصل في ليبيا وسنة القوات المسلحة ولزال أعتقد أنها صمام الأمان وأنه لا تكون قاما كما قال سيد حمد الخراج لا يمكن لدولة تقوم لها قائمة إلا بوجود القوات المسلحة الموجودة في الدولة تحمي الدولة أنا لم أتغير لم أسرق لم يجب يا صلاح البكوش أجابه اسمي في سرقات لبي تعينات تكلمت بعض الكلام أنا مسؤول عنها لربما يكون في عاطفة أو في مجال آخر أنت ليست هنا مجال الشرحة هذه الكلام أما أنك أنت تقع علي بعض الكلمات أنت كالذباب لا تقع إلا على وساخ الأسف لا 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 يا سيد إبراهيم نتحفظ على هذه اللفظة رجاء سيد إبراهيم وأنت عضو مجلس قمة عضو مجلس نواب سيد إبراهيم رجاء بعض الألفاظ نتحفظ عليها وهي أنا نعرف أنها لا يجوز أن تخرج منك سيد إبراهيم ولا تخرج من أي سياسي أو شخص يتحدث في الشأن العام طيب يا سيد إبراهيم أنا سأتكفل بالرد طيب لكن بعيدا عن الشخص طيب اسمح لي لا 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 الوقت تجاوزناه رجاء رجاء لا 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 حنعود لك في جولة أخرى حتى أوزع الوقت لسيد عمار لبلغ وحمد الخراز ويأخذوا وقتهم كسيد صراح وحضرتك سيد إبراهيم الهدف السياسي من إقرار سيد إبراهيم لا أستمع إليك رجاء حتى تمكن من توزيع الوقت بشكل عادل سيد عمار لبلغ الهدف السياسي من وراء إقرار خارطة الطريق ما هو أخي كريم الهدف واضح جدا هو تغيير السلطة التنفيذية فقط لأنه أصلا هو مسألة خارطة الطريق هناك خارطة الطريق وقعت في تونس ثم بعد ذلك أثمرت في جينيف ولم تطبق هي الإشكالية أيضا خارطة الطريق هي فيها بعض الإشكاليات وبعض المغالطات وأيضا هناك حتى في اليوم هذا اليوم في قرار مجلس النواب هناك ملاحظات إذن لم يستكمل المسار نحن نقول بأن أساس الحل السياسي في ليبيا هو أساس قانوني لا بد من إنجاز الانتخابات ثم بعد ذلك تحال إلى المفوضية عند ذلك نرى كيف سنؤسس لإجراء الانتخابات ربما نحتاج ومن وجهة نظري الخاصة تغيير السلطة التنفيذية لإجراء الانتخابات هذا يأتي تباعا للأمر هذا لكن قبل إنجاز الاستحقاق القانوني لإجراء الانتخابات فأعتقد أن هذا عبث وسندخل في دوامة جديدة مثل ما حدث في الصخيرات التي مدته سنتان فقط ثم بعد ذلك خارطة الطريق التي وقعت في تونس في نوفمبر 2020 لمدتها 18 شهرا فقط والآن نجد أنفسنا في داخلين على أبواب سنة 24 هذه الإشكاليات قائمة بل أن المدة الزمنية كانت محددة في خارطة الطريق تونس التي وقعت في تونس أن 24 ديسمبر هو موعد نهائي للانتخابات ولم تجرى الانتخابات التشريعية وأيضا الرئاسية في ليبيا هذه الإشكاليات هي عقبة أمامنا أعتقد أننا لازلنا في ظل الخصام السياسي والصراع السياسي والصراع للنفوذ والتحكم في مصادر الثروة أعتقد أننا ما زلنا بعيدين جدا على تأسيس لمسار دستوري جديد وقانوني جديد والوصول بالبلاد إلى المرحلة الدائمة عبر دستور دائم بالبلاد طيب سيد الخراز المبالغ التي صرفت من قبل حكومة تبيبة وتتهمها بأنها أفسدت ولذا وجوب تغيير السلطة التنفيذية فيما نقول لك أن مثل هذه المبالغ المقدرة بالمليارات صرفت من قبل سلطات سياسية في برقة اليوم وبالتالي لماذا لا تنتقد هي في ذاتها حتى مجلس النواب كما يتحدث سيد البكوش وغيرها يقول لك عندما يصوت على تعيين أي حكومة يتحصى النواب من الصفقات السياسية أو الرشوة السياسية في لفظة أخرى على مناصب لهم ولذويهم وبالتالي لماذا لا ينتقد سلوك الفساد ككل ولا يحصر في حكومة تبيبة كونه خصم سياسي وحس نعم الإجابة بسيطة جدا أنا الرد على هذا السؤال العبد الحميدة بيبة كيلومترات بسيطة تبعد على مصرف ليبيا المتحالف مع الصديقي الكبير اللي أودع 8 مليار من خزين الدولة بدون فوائد وبالمخالفة واللي مرن وليتين على تواجده وفقا للقانون وليتين في تواجده في هذا المنصب والذي يجتمع نحن مفروض تونقاس معرف الحكومتين حكومة ليبية والحكومة المنتهية ومجلس النواب ومجلس الدولة ونحطوا صديق الكبير فوق نحن لأن هذا الرجل يستقبل استقبال الرؤساء وهو من يسير يا الخلاف في ليبيا أبعد وأكبر من من موجودين في المشهد الآن أنا لا أتحمل على حكومة الاتبيبة وأترك ملفات الفساد التي تقوم بها بعض الوزارات المحسوبة على الحكومات الأخرى بل لديها تقريب ديوان محاسبة الـ 21 يثبت فساد هذه الحكومة الرقابة الإدارية تثبت فساد هذه الحكومة أبراهيم لدبيبة هذا الطفل المدلل تدخل فيها الحكومة الليبية اللي يقول لك أبراهيم إدرسي جايب بن عمه وغيره وكذا أبراهيم لدبيبة وعمر المؤنث أو المشعر شنس ما هذا نسيبه والشركسي من غادي وأحمد حمودة المطيع من غادي فهذه تصرفات أصبحت سلوك مستخدم في الداخل الليبي إن كل من يتقلد منصب يقوم بجلب نسيبه أخوه ولد عمه أقاربه محيطين به ولكن إذا كان هؤلاء الأشخاص لديهم القدرة ولديهم الإمكانية في التمثيل مبروكة عليهم لكن نحن نشوف في ناس جهلين يجهلوا كل شي صلاح البكوش الذي يتحدث عن المربوعة إجابة سريعة أنا شايف لصورة بعد أطلقها عن دوم أو للدوم واضحة لكن خاطفة بلحي أكي ملتحي وكأنه يعني خارج من أفاقستان أو من وحدة الدول ويتحدث معه في المربوعة في الصفقات السياسية أعتقد تحمل صلاح البكوش على السيد خالد المشري الآن لأنه لم ينجح كمستشار في الحباظ على منصب الإسواح لهذا الرجل المهووس والإجابة أيضا على هذه الجزء الآخر رجاء أن نبتعد عن الشخصنا سيد حمد نبتعد عن الشخصنا ومسألة سجن الشخص أو اختطافه هي أمر اسمح لي سيد حمد سيد حمد سعودي ليك رجاء مسألة تعيير شخص باختطافه أو سجنه أعتقد أنها ليست حجة لك سيد حمد الخراز بل هي حجة عليك ونبتعد عن الشخصنا قدر استطاعتنا ونتحدث عن الموضوع هل تستمع إليه سيد حمد الخراز أم لا وتوزع على الحكومتين للصرف في مناطقها لا غير وهذا النظام الكونفدرالي أو الفدرالي كما تسموه قد يكون النظام الأنسب لهذه المرحلة بشكل لتحقيق استقرار نسبي أو استقرار لمرحلة معينة للوصول إلى قناعة بأن ليبيا لا تحتمل هذه الوجوه البائسة الموجودة في المشهد الحالي لأن كل ما نقوم به الآن نحن هو أعتبره وأنا على الصعيد الشخصي هو مضيعة للوقت وصلت الفكرة بسيد حمد وأن المجلسين يسعون لتشكيل حكومة لإخراج عبد الحميد لأن عبد الحميد أصبح ينافس في السيد خالد المشري في التمثيل في تركيا وغيره وهذه عمالة نحن أصبحنا نقوله تمثيل ومصطلحات أخرى هذه عمالة واضحة وسريحة من قبل بعض الأطراف جرائم تكب الآن لا تعد ولا تحصى إهدار مالعام ملف الكهرباء أنا لو نجي في حلقة براءة أخرى سنجي بأي ملف الكهرباء هل تستمع إلي سيد حمد الخراز أم لا طيب سيد حمد الخراز تستمع إلي أم لا يبدو أن سيد حمد فقد التواصل السمعي معي سنعود إليك سيد حمد الخراز وصلت فكرتك بشكل كامل الحديث عن الجهات العامة عن الشخصيات العامة لا تثريب عليه هو شخصية عامة ويجب أن تتقد ويتم الحديث عليها عبر الوسائل الإعلامية ونحن هنا في ليبيا الأحرار لسنا محل تقاضي أو حكم أو محكمة لنحكم على الأشخاص وكل مسؤول على كلامه وعلى رأيه فقط لنبتعد عن الشخصنا وعن الاتهامات الموصفة والتي تعير الشخص في ذاته بعيدا عن الموضوع سيد صلاح البكوش مرة أخرى اليوم هناك سلطة أمر واقع ممثلة في الأعلى للدولة وفي مجلس النواب لماذا لا تريد لهذين المؤسستين أن تمضيها بنا قدما لتغيير الواقع الحاصل وهذه الأزمة طالت كيف لنا أن نغيرها دون وجود هذين الجسمين الجسميني محمد مجلس النواب له تسع سنوات مجلس الدولة له قريب 11 سنة يعني أنا عندهم تنقدون نعطوا فيهم في فرص وكيف ما قلت لك سميت لك رؤساء الحكومات التسعة جربنا عطيناهم فرصة وشلو صار هذا اللي صار لي قدامك هذا كل المشتركين أعظم مجلس النواب وأعظم مجلس الدولة مجتركين فيها الفوضى هذين والآن الآن رؤيت الموجة الجديدة خليناهم ديروا حكومتين حكومة في برقة وحكومة في طرابلس تعرف هذي شنو وراها هذا مقترح من معسكر حفتر بش يتحصر على هذه الأموال ويحطها في جيبة شنو صار في الستين مليار اللي استلفتهم حكومة الثني من المصارف في المنطقة الشرقية وللما جت شركة دلويت انتوش اللي جبتها الأمم المتحدة لمراجعة حسابات المصرف المركزي في طرابلس ومرصرف المركزي في بنغازي ما لقيت شيء ورق ولكن المصارف في المنطقة الشرقية قريب فلست لأن الاثنين يكتملها في ورقة تبوا منها هاتوا مليار هاتوا اثنين مليار وعرفتوا شنو نصار في رئيس مجلس إدارة المصرف التجارة والتنمية وبعدين شنصار قرروا بشي سكتوا جماعة كلها قرروا أن يحيلوا الستين مليار كدين على المصرف المركزي في طرابلس ووين الفلوس اللي طبعا في روسيا والستين مليار هادين شنو صرافن الثنيو على حجر الأساس في كل في كل خمسة كيلو وين مش أن سأل مجلس النواب سأل الثنيو والله حفتر وين مش أن ما سألوش فلذلك الآن إنا خلينا نديروا حكومتين وكل واحد يأخذها صرة على كلامة بيبة ويصرف فيها نعم دمتا شوف إذا كان بنديروها دولة فدرالية أو كنفدرالية أو كل واحد يبي يستقل ثلاث ولايات أو تبت تقسم أكثر من هكي أكثر من ثلاث ولايات أنا ما عندي شمانة ولكن هذا كله ما ينحطش في إيد مجلس النواب ومجلس الدولة لأنهم عاجزين ما تشوفوا فيهم على التلفزيون هذو ناس تعطيهم قضايا دستورية كيف شكل الدولة وتقسيمها وشكل الحكم ما الذي ينقصهم؟ ما الذي ينقصهم سيد صلاح؟ ما الذي ينقصهم؟ الذي ينقصهم هو الشعور الوطني لأننا رأينا تسع سنوات هما في الحكم مجلس النواب مجلس الدولة لهم 11 سنة طيب يعني نعم توا قاعدين نسألوا في حاجة تنقصهم أو لا هذو أسهل المشاهدين طيب ولكن خلينا يا سيدي ناخدوا قصة الولايات والله كنفدرالية والله كذا ونحطوها في مؤتمر دستوري ونقسموها باي ونقسموا الفلوس والله واحد يأخذ النفط كله ولا اللي هي باي وندروها حكومة امبراطورية مملكة لك خلينا ندروها دستور طيب وابح مش جعل عجيلة والمشري فصلوا فيها في المرابيع متاحهم طيب وضحت تماما سيد إبراهيم لدرسي عندما ينتقد مجلس النواب ويتم الحديث على بعض أعضاء الذين أثبت بما لا يدع مجال للشك بأنهم ساهموا في إحداث صفقات سياسية وتحصلوا على رشة حقيقية بغية تمرير بعض المناصب سواء العليا أو حتى المناصب التنفيذية الأخرى ولسنا بصدد عدهم لأنهم ليسوا بالعدد القليل هو ليس حديث فقط عن إبراهيم لدرسي هو على مجلس النواب اللي إبراهيم لدرسي عضو فيه ضمن 200 عضو تقريبا الآن يحضر منهم 130 لكن انتقادك للحكومة كونها أفسدت أو انتقادك للحكومة كونها أساءت في سلطتها هو موجه أيضا لمجلس النواب ولذا ترى كثير من المراقبين والمتابعين يتشككوا في كل خطوة تأخذ من المجلسين لأنهم يقولوا لك الهدف من وراء هذه الخطوات هو البقاء أطول فترة ممكنة في السلطة سيد محمد قياسك الفساد ما بين الحكومة ومجلس النواب قياس صغير صحيح لأسف شديد لأن الحكومة التنفيذية لديها أكثر من نقول لك 99% من السلطة على المال وبالتالي أنا أعود للمثل العربي الذي يقول يرى القذى في عيني أخيه سيد صلاح الباكوش تحدث عن 60 مليار علي حكومة عبدالله الثاني سيد صلاح الباكوش تقرير مصرف الدولي والخبراء الدوليين الماليين منذ ثمان سنوات يعني ما بش نقول لك من عودة العاصمة من أطراليس بعد 11 فبراير 800 مليار دولار أنفقت وعدا في غوط الباطل عدا في مهب الريح صلاح الباكوش هل تسألت أين هذه الأموال السيد عبدالحميد الدبيبة الآن أقفل 300 مليار دولار أنفقهم بش ندر بهن تعال بانغازي شوف الكباري شوف الطرق شوف صيانة الأحياء أنا متأكد إذاك مش هتعرف أبانغازي لو دخلتها صراح الباكوش أشوف من النظافة لأنه في قوة أول شي في برلمان واللجنة العمار ثم في قوات المسلحة العربية الليبية والداخلية التي تتسرف وتضرب بيد من حديد على كل المفسدين تعال شوف العمار من أيام بالبولطال يقول لك أنا ممكن مش من أيام براهيم بكار هذا العمار غير موجود في ليبيا بالكامل أين ذابت تلك المليارات أصحاها تعدي لطرابلس يدروا بهم مستشفى يدروا بهم طريق يدروا بهم جامع يدروا بهم مدرسة حتى تبيب أحدث نقالات سيد إبراهيم الدرسي أحدثها على مستوى الكهرباء أحدثها في طرابلس أحدثها في عديد المناطق الغربية بل في فترة ما كان يبيديرها في برغا لكن لم يسمح له بالنزول لمدينة بنغازي سيد محمد سيد محمد سيد أدبيب يعني منع مرتبات على أفراد الجيش الليبي السيد أدبيب ناكث بكل العهود التي أبرمت معه سواء من قيادة العامة أو من رئاسة مجلس النواب وأعضاء مجلس النواب سيد محمد في عجالة عندما أعطينا ثقة قبل أن نعطي ثقة لحكومة أدبيب في سرط أنا تكلمت كلمة كان عدد من شهاده وتباحت أكثر من 2 مليون مشاهد ومتابعة عندما تكلمت عن التوزيع الظالم للوزارات السيادية وحتى وزارة النفط التي استحدثت والنفط قلت 75% و80% يخرج من تحت أقدام أبناء برقة ثم تذهب الوزارة إلى أقليم طرابلس قلت كلمة المشهورة مغلوبة لما تحوق علينا لما قلت للكلمة هذه كانت في وزارة وزارة الثروة الحيوانية أما مشكلها سيد عبد الحميد البيب ومعطيها لواحد من أفراد قبل تدرسه ومش عن طريق جاء جاء عن طريق النايب رحمة الله عليه فرج أبو هاشم هذا للتاريخ بعدين صار تغييف الحكومة سحبت هذه الوزارة أبناء عمومة ثم يقولوا تكرت تحكي علي برقة ودرت علينا وزارة فتكلمت بهذه الكلمة وبالدليل السيد عبد الحميد البيب أمام كل من قلت أن أعبدتها وزارة التصالات يدوسها هذا لتبيين فقط يا صلاح البكوش ولكل المشاهدين أنني عندما تكلمت لم أتكلم عن شيء شخصي لينا في عجالة أستاذ إبراهيم في عجالة في عجالة في عجالة وهذه نقطة يجب أن نحيلها لك سيد محمد نتحدث في نقطة لا 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 اسمح لي اسمح لي اسمح لي حنجوها 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 حتى سيد بدر بنحيب تدخل معنا لكن في نقطة أنت إبراهيم لدرسي عضو مجلس نواب ممثل عن مدينة بنغازي وليس عن قبلة لدرسة لدرسة لديهم امتداد في برقة موجودين في بنغازي في بطة في المرج في ضواحي المرج وبالتالي يجب عندما تتحدث هذا يلوم فيه عليك حتى عيال بنغازي اليوم عندما تتحدث تحدث عن هذه المدينة كونك ممثل عنها في ممثلين عن بطة في ممثلين عن المرج في ممثلين عن المناطق الأخرى المتواجدين فيها لدرسة لكن لماذا تريد حصر النقاش فقط على القبيلة دون سواها بينما الأصل في قانون مجلس النواب أنه ممثل على دواء الانتخابية سيد محمد سيد محمد أنا لما تحدث عن قبيلة درسة وقلت أنا درسة فعا كذا أنا ليه فخر قبيلتي عندي أكثر من أثنين راجل ماتوا وعلي أسوار بنينة وعلى في مدينة بنغازي من قادة وطيرين ولا نفخر بذلك ولا نفخر بذلك فداء لبنغازي وفداء لليبيا ولبرقة هذا كلام أنا ما نزيدش عليه أنا تحدث لك على حادث حصلت في سيرت وأنا دفعت ثمن بسبب كلمتي يعني قلت نحن في برقة يعني صارنا تهميش وزارات سيادية أخذت مننا وعطت الإقليم طرابلس للأسف الشديد وقلت كلمة المشهورة لتقال في برقة مغلوب ولما فوق علينا تغيرت الحكومة استبعد الرجل من قبيلتي قبيلتي قالوا أنت كيف تودرت علينا الوزارة هذه فتحدث بذلك الكلام فقط وهذا لا يثبت أني أنا راجل مني جايبر أو بن عم يقلي من بيتي والله ما جبت ولا على قبيه ولا أم يحزنون وبعادة سيدة بيب قالوا نحن أخذنا منك من ثروة الحيوانية ودمجناها مع المشعار وزارة وحد أخرى وعطيناها كم يدرسها عطيناها كم حصت وزارة الارتصالات والله ما تكلمتها قبيلة أنا من مدينة بنغازي وأفتخر من مدينة بنغازي أفتخر بالتركيبة الاجتماعية هذه الثانحة منها صلاح البقوش ومنها أنت يا محمد ومنها الجميع أنا لا تحدث عصبية ولا قبلية طيب هذه فرصة على قل وساني حاطيناها لك يسيد إبراهيم الدرسي لترد فيها وتوضح للمشاهد على الأقل بعد شهرة المقطع اللي أشارت له حتى توضح للناس فقط ونقلت لك وجهة النظر الأخرى سيد عمار لبلك السيد الدرسي يقول لك حجم الفساد لا يقدر ما بين حكومة بيبة كون سلطة تنفيذية تحتها مليارات ومجلس النواب حتى لو بقى أكثر من عشر سنوات اليوم في سدة الحكم أنت كنت عضو مجلس النواب سيد عمار لبلك ومثل عن مدينة تزليتن هل هناك فساد داخل المجلس أم أن ما يشاع هو فقط نوع من الضرب تحت الحزام لخصم سياسي من قبل طرف سياسي آخر أخي كريم الفساد أنواع هناك الفساد المالي صحيح أن الحكومات هي من تملك المال وهي من تزرق المال والمجالس التشريعية سواء مجلس النواب في ليبيا وإلا أيضا مجلس الدولة وغيرها لديهم ميزيانياتهم فقط ولا يستطيعون مثلا الصرف لأنهم ليسوا السلطة التنفيذية وإنما هم سلطة شريعية فقط ولكن اعتقد أن الفساد السياسي ما نحن فيه هو حقيقة فساد سياسي أخي الكريم فساد سياسي بالبنتياز لأن الأساس القانوني الذي أسس عليه الإعلان الدستوري هو الوصول بالبلاد للمرحلة الدائمة بإنجاز دستور دائم للبلاد وهذا ما حدث أول الفساد بدأ به المؤتمر الوطني العام منذ 2012 منذ 2012 طبعا حدثت إشكاليات كثيرة جدا وعندما تم الضغط على المؤتمر الوطني العام في حراك الشارع ذهب إلى مخرجات فبراير أتى بمجلس النواب وأيضا أصبحت الإشكالية حتى في الانتخابات الرئاسية عندما قالت الوثيقة الدستورية في مخرجات فبراير بأن هناك انتخابات رئاسية وتشريعية وفصل السلطات السيادية عن السلطات التنفيذية التي ربما أرهقت المؤتمر الوطني العام في ذاك الوقت عندما عجز عن ذلك ذهب المؤتمر إلى الانتخابات التشريعية وأجل الانتخابات الرئاسية وأصبحت السلطة السيادية أيضا المتنازع عليها ما بين الأطراف لأن السلطة التنفيذية نحن نعرف بأن السلطة السيادية دائما ممثلة في مهام رئاسة الدولة يجب أن تكون في يد شخص واحد ولكن وجدناها في عدد كبير جدا اللي هم 200 عضو في المواطن الوطني العام ثم بعد ذلك 200 عضو في مجلس النواب وأصبحت الإشكاليات والخلافات حتى أن المجلس الرئاسي الحالي فاشل عن إنجاز أي شيء برغم أن محدودية الصلاحيات الممنوحة له لأن هناك ثلاثة رؤوس ثلاثة رؤوس تتنازع سلطة تنفيذية سيادية هذه الإشكاليات هي من ألقت بظلالها بداية الأمر في الإعلان الدستوري الإعلان الدستوري لم يكن مكتملا حقيقة وأنجز في فترة زمنية ضيقة ربما لم تؤسس لمرحلة دائمة هناك التدخلات الدولية هناك فشل المؤتمر الوطني العام في إدارة المرحلة لربما كنا في 2014 انتخذ مجلس النواب في ذاك الوقت على أساس دستوري مثين وهو الدستور الدائم للبلاد أصبحنا الآن في إشكاليات هناك مسود الدستور تنتظر الاستفتاء من قبل الليبيين ولم يتم الحديث عنها بالمطلق وأجلت في التعديل الدستوري الثالث عشر إلى السلطة التشريعية القادمة لكن لربما هناك من يقول أن هذه الإشكالات تجاوزها الزمن ماذا عن اليوم هناك حديث اليوم حاصل عن خارط الطريق عن لربما السلطة تنفيذية عن فساد يشوب معظم المؤسسات ماذا عن اليوم أخي الكريم الفساد ضار بطنابة في كل المؤسسات أصبح حتى مدير المدرسة ربما لا يريد التناحي عندما يؤتى له بقرار يقال لا يريد التناحي وربما يستقوى بجهات غير شرعية ربما ببيليشيات مسلحة أو يستخدم المال السياسي الفاسد أو غيرها وغيرها لا يريد الخروج الجميع لا يريد الخروج من المشهد أزمة ليبيا أزمة حقيقية نحن الآن في كارثة نحن نريد الوصول بالبلاد إلى بر الأمان عبر انتخابات حقيقية نزيها لماذا لا تعاد الشرعية وثيقة الناس يا أخي كريم لذلك يبقى مجلس النواب ويبقى مجلس الدولة وتبقى حكومة البيبة ويبقى اللي بديف ويبقى الصديق الكبير وخولانه وعلانه هذا أخي كريم هذه الإشكالية هي أساس دستوري إساس قانوني إذا أنجزت اللجنة 6 زايد 6 الأساس الحقيقي منها ثم أوحيلة إلى المفوضية بمواعيد ثابتة فأعتقد أن هذا هو بداية الحل وضحت فكرة تمام عندما تبدأ المفوضية الوطنية للانتخابات في الإجراءات فأعتقد بأننا بأننا نسير على الخطوة الأولى على الطريق وضحت الفكرة سيد حمد الخراز تحدثت على فساد لربما في حكومة البيبة ودللت عليه بهيئة الرقابة الإدارية فضلا على ديوان المحاسبة وهذه المؤسستين تحدثتا على أو تحدثتا على فساد كبير أيضا في مؤسسات سيادية وسياسية موجودة في برغة لكنك تجاوزتها وأشرت من ضمن كلامك أنا حبيت نسدرك عليك لكن ما كنتش تسمع فيها على مسئلة أن حكمة البيبة اليوم هو حكم عائلة كذا الأمر بالنسبة لبرغة ألا ترى أن المؤسسة العسكرية اللي تقول عليها جيش وطني هي قوة عسكرية تحكمها عائلة وبالتالي ما تعيب عليه في الغرب وعلى البيبة موجود بشكل أو بآخر ممثلة في قيادة قوات عملية الكرامة والسلطة السياسية الأبرز في برغة اليوم انتقادت ضيفك السيد صلاح بكوش على ازدواجية المعايير طبيعي جدا بيقول لك راه دبيبة جايب عائلتها جايب انسباتها جايب برنامج كذا اللي واقعة مثبتة لكن الجولة المؤسسة العسكرية نحن نبدو من منصب القائد العام من مشير خليفة حفتر حارب الإرهاب ونصبه مجلس اللواب جايب تنزل لوطة للأركاب بتلقى عبد الرازق النظوري وبتمشي للبحرية بتلقى المهدوي تمشي ترهونة مهدوي تمشي للقوات البرية بتلقى السحبان وبتلقى شقلوف وتدرسي وتلقى كذا كل القبائل لو كانت المقارنة بأن السيد صدام العميد صدام والعميد خالد هذي ما رأوا شخصين وعدوا ودرسوا في الأردن خدوا نتيجة حصول مع الموهل العلمي عالي خدوا دورها في الأردن ودخل القوات المسلحة أسوة بباقي أبناء ليبيا لكن ابتقناني المقارنة هذه أننا نأخذ الميزان نقارن بين شخصين في مؤسسة عسكرية فيها العشرات بل مئات الإدارات الداخلية والتراتبية بحكومة مصغرة يسيطر عليها شخص صارق وتاريخ قبيلته وعائلته صراق في المال العام صرق المال العام نتحفظ على رفضة قبيلة لك أنت تحدث على رئيس الحكومة بالدلائل سيد الخراص سيد حمد تحدث عن رئيس الحكومة كونك عندك ما تستند عليه لكن القبيل لا 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 نسمح له هنا على الرقل سيد حمد في مؤسسة إعلامية الحديث عن قبيلة أو عائلة هذا أمر مجرم قانونا ومجرم اجتماعيا طيب لا نبتعد عليها رجاء تفضل أكمل نعم عائلة فازدة وأنا مسؤول عليك طيب نتحدث عن الشخص نحن لو نبو نمشي للحل أو عم من يشغل المنصب العام بعيدا عن إسرته طيب حميد بيبا رئيس حكومة منتهية نعم صحبة مننا ثقة من مجلس النواب نعم نعم طيب حكومة صحبة مننا ثقة نحن لو أردنا الحل لليبيا الآن حلا سياسيا واضحا وصريح وجليل لجميع يكون نحن يجب أن نتخلص من كل أجسام الموجودة الآن أعتقد أن سيد بريب أحد الأشخاص إذ كان موجود الآن خلاص ملل موجودة في مجلس النواب عجل سنوات أصبح الأمر كيف ما قلونا نحن باي خلاص مجلس النواب بالنسبة لي أنا على صعيد شخصي والتعديل الثالث عشر اللي قام به عندي عليه ملاحظات ونتكر فيها في مداخلاتي من ضمنها مادة 32 نتقول لك في حصول أو حدود أي شيء وكأن لم تكن الانتخابات وينتهى كل شيء وهذه من الثغرات القانونية موجودة في هذا الأمر وننتقض في مجلس النواب في أخطاء وننتقض في مجلس الدولة في أخطاء لكن أصبح من الغير المقبول استمرار الحكومات الموجودة الآن والمجالس الموجودة الآن الحل الوحيد أن نلتفع لحكومة جديدة نعبر بها إلى الانتخابات هذا الحل الوحيد إذا أردنا لكن استخدام هيبة ليبيا وسيادتها وغيرها للتمسك والتشابة المنصب هذا الأمر قد يعرقل جهود كل الموجودين في المشهد للوصول إلى تسوية سياسية حقيقية وضحت الفكرة تماما التسوية الوحيدة هي حكومة نقراط نحن نتحدث عن القبيلة في حد ذاتها ولكن الآن حتى التقسيم مضاء مفرد عينا كلنا يا سيد محمد أن التقسيم محاصصة منطقي قابلي كذا نظرا للانقسامات والتشكيلات المسلحة والميليشيات التي تفرض في أشخاص داخل تشكيلات الحكومة التي تنتج داخل مجلس النواب أو تنتجها الأمم المتحدة عبر إدارة للأزمة في ليبيا الحل الوحيدة أدونا في رأي الشخص الحل يتمثل في أن نضي قدما النعم لتشكيل حكومة تكنقراط كما ذكرت سيد صلاح البكوش في الرد على مسألة انتقاداتك لحكم العائلة هو موجود في الغرب بينما في الشرق عدد لك على الأقل من رئيس الأركان للقوات البرية أو البحرية أو حتى الأركان الجوية وهم يمثلون أطياف اجتماعية ومناطقية واسعة وبالتالي لماذا الحديث دائما عن قوات عملية الكرامة كأنها قوة لعائلة بينما الصحيح أن تتحدث على أعداد كبيرة من العسكريين والضباط من مختلف وشتى المناطق الليبية خلاص ما نقوله دبيبة ما هو حكم عائلة لأنه فيه 2 مليون و400 ألف موظف في الدولة الليبية هل هذا يعني خلاص؟ وبعدين نشوف الإجابة على هذا السؤال أنا أتركه للمشاهدين وخاصة في بنغازيو في المناطق الشرق الليبي أن من يحكم غادي في مناطق الشرق الليبي؟ هل هو خليفة وعيالة أم النظوري؟ يعني ما يستحقش الرد السؤال الآثف جدا ولكن شوف محمد هل نريد حكومة جديدة؟ نعم هل نريد تفاهم على شكل الدولة فدرالي كومفدرالي انفصال؟ نعم هل نريد اتفاق اقتصادي لتقاسم الثروة؟ نعم ولكن هذا لن يتأتى عن طريق هذه الأسام المريضة لأننا جربناها وليس للليبيين ثقة في هذه الأسام يعني عادي يشوفوا استبيانات الرأي مش كلامي أنا أسأل أي ليبي شنو رأيك في مجلس النواب؟ أو شنو رأيك في مجلس الدولة؟ أو شنو رأيك في حكومة البيبة؟ أو شنو رأيك في المنفي والشدلة الأخرى تعالى المهارجين اللي معاه؟ هذه معروفة فليس من المنطقي أن نسلمهم قرار كهذا يأسوا في محكمة دستورية ويبدين لك خارط الطريق يعني شوف مجلس الدولة دل خارط طريق ومررها ب34 صوت نحن نريد هذا كله ولكن ليس عن طريق مجلس النواب ومجلس الدولة نريد آلية آلية تشرك عن طريق باتيلي جميع قطاعات الشعب الليبي في هذه العملية وهم اقترحه باتيلي يجيبوا شيوخ أعيان أعظام مجالس بلدية ما إلى ذلك منظمات المجتمع المدني ما إلى ذلك ونجمعوا ونطفقوا ونحطوها في الدستور ونحطوها على الاستفتاء نعندهم تنجدوا هكي نعطوهم يعني مجلس النواب ومجلس الدولة يديروا حكومة توا ويلصقوها فينا لبدة أربع سنوات أخرى وبعدين نقول نحكوا في رسمة أول ما يضطربق الموضوع باش نديروا توا نديروا حكومة واحدة أخرى فلهذا حكومة تكنقرات مع حكومة هذا كلام فارغ فيه أمثلة عدة حول العالم كيف إذا أحتج إلى حكومة أحترم أحترم هناك هناك رجاءا هناك شخصيات شخصيات سعود ليك يا سيد الخراج رجاءا لا تضطرني سيد الخراج لا 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 سعود ليك رجاءا أنا أنا فتح الصوت لكل الضيوف احتراما لكم ويجب أن تبادلون على الأقل هذا الاحترام عندما يتحدث أي شخص هذه سنحتوي وسعود ليك سيد حمد نعطيك الوقت الكافي تفضل سيد صلاح رجاءا لا يا سيد حمد لا يا سيد حمد في دورك تفضل رجاءا أكمل يا سيد صلاح الدور لك تفضل هناك هناك آليات آليات لي الإشراف على الانتخابات من غير أن نعطو يعني كيف نعطو لناس مجلس النواب ومجلس الدولة مهددين بالخروج من المشهد السياسي مهمة تشكيل حكومة لإشراف على انتخابات ستخرجهم من المشهد السياسي اللي هم متشبتين به على مدى الآن أكتر من تسع سنوات يعني المنطق كيف يعني تو نجي مباراة مباراة بين الهلال والنصر ونخلي الحكم من الهلال ولا من نصر كيف هذه طيب سيد إبراهيم الدرسي يعني بالمنطق وضحت سيد صلاح اسمح لي سيد إبراهيم الدرسي هناك جدل دار في جلسة شهر ستة الأخير في أواخر شهر ستة أعتقد في تاريخ 26 ستة كما تحدث رئيس مجلس النواب عقيلة صالح واليوم سيد عقيلة صالح تحدث في آخر الجلسة على أن كل ما حصل في هذه الجلسة دون حضورة يعتبر لاغي الحديث هنا عن المحكمة الدستورية عن منصب هيئة الرقابة الإدارية الآن رئيس مجلس النواب تدعو الأعضاء إلى عقد جلسة طارئة غدا دون أن تحدد حتى اللحظة أو تكشف عن جدول أعمالها ما صحت أن المجلس منقسم اليوم بين تيار يدعم عقيلة صالح وتيار آخر يدعمه نجل حفتر بالقاسم أول شيء محمد أخي محمد العزيز أنا يعني لا تفوتني حلقة من برنامجك في كل ليلة وهذا ليس تزلف مني أعتقد أن برنامجك فيه تنوع في الأراضي السياسية والثقافية ودائما نستفيد منه أنتوا تجيبوا في كل الأطراف أشكرك على هذا الأطراف نصيحة لي أن الكمل معاش نجيبه صلاحة البكوش دهشنا ومعاش عرفنا نصل للحل يا محمد والله بصراحة الشخص وفلان قال ودار نحن جايين بنحكوا في قضايا كل الضيوف مرحب بهم سيد إبراهيم تصدر الليبي بيش نصل للحل يا محمد هذه نعم سيد محمد طبعا تتذكر في 2014 حكم الدارة الدستورية التي حكمت بمطلان مخرجات فبراير وبالتالي فهم من هذا الحكم بأن مجلس نواب منحل لأن مجلس نواب بالطبيعة ولد من مخرجات فبراير ذلك الحكم محمد جر ليبيا إلى حرب كبيرة وإلى عودة المؤتمر الوطني الميت وإلى فجر ليبيا والاقسام الذي رأيناها اليوم ضرورا بسخرات إلى آخر جينيف ولم نصل إلى حل بعد ذلك الحكم القضاء والمستشارين الوطنيين في دارة الدستورية تفقوا على تجميدها لأنها تسبب بشاكل إلى نهاية السنة الماضية عندما بضغط من بيبة ورشاوي وخلاء مضيين درعنا وشي صار فيهم والحافي لما ازعل من تغيير المجلس على القضاء والغاء المادة الأولى اللي فيه اللي كانت تقول عمل بعمل بقون عزل السياسي الصادر المؤتمر الوطني في كذا وكذا لغاء مجلس النواب وبالتالي عودة كل القضاءات والمستشارين الذين استغلوا أيام القدافي طبعا ما يبوش جمع عظميات وكل مفتاح القوي الدرسي برئاسة المجلس على القضاء مشاء وأحياء دائرة دستورية مجرد ما أحياه محمد 30 طعن دستوري لم تصل لنص ساعة 30 طعن دستوري في قوانين وقرارات وتعديرات دستورية أنشاء مجلس النواب بينها تعدير الثاني عشر والثلاث عشر وتكليف القائد العام وحتى هناك قول أنهم سيعيدون حكم الدائرة الدستورية ببطلان مخرجات فبراير واعتبار مجلس النواب من حل إذا السكين في أيديهم أردوا أن يذبحون فنحن لجعنا إلى صلاحيات مجلس النواب وأنشأنا المحكمة الدستورية وآخذنا صلاحيات الدائرة الدستورية لعند المحكمة الدستورية وأن مقرها داعم لماذا لا يحترف بها عقيلة صالح لا يرى بلغة وسحب القرار في فترة ما والآن عرضه واعتبر أنه هو العدم سواب أنا جايك في الكلام يا محمد أنا جايك في الكلام أنا جايك في الكلام معيشة محمد فضل بعد ضغط المشري بعد صدور القرار وقانون المحكمة الدستورية سيد المستشار عقيلة صالح جمد رأينا ذلك والكل يعلم ذلك جمد هذا القرار حسنية منيش عارف اتفاق مع المشري رأينا قبل ثلاثة أيام محمد الدائرة الدستورية حكمت على يعني التدير الدستوري 13 ببطلانة وكثير من الأمور التي يعني خراجها وانتجها مجلس النواب فنحن في الجلسة هذه كياه قلنا نحن نبو المحكمة الدستورية وسمينا أعضاء المحكمة الدستورية تفاديا لما حصل في الأيام الماضية وأيضا تغيرت الرقابة الدارية وتغير أيضا مجلس الأعلى للتخطيط جلسة قام بها النائب الثاني رئيس مجلس النواب بحضور أعضاء مجلس النواب جلسة مدستة نحن في الدستور عندنا الدستور أو في اللاحة الداخلية مجلس النواب أن جلسات كل اثنين وثلاثاء ثم بعد ذلك جلسات الأخيرة في بنغازي قلنا اثنين وثلاثاء أسبوع راحة وأسبوع نعقد الجلسات بعد ذلك حدث لغط المستشار اللي شفتوه في الجلسات الماضية قال لا لا معناه لغط هو ناخذ بالتوقيع جاء باربعين توقيع النواب ما فيه من العبدالله اللي نحن نقول بشرعية جلسة 26 يونيو الماضية جبنا 64 توقيع ثم بعد ذلك لمعقد الجلسة السيد المستشار واليوم بعد نهاية الحديث عن خالطة الطريق في غفلة مننا يقول والله هذه جلسة غير صحيحة وعلق الجلسة لم يصوت مجلس النواب على صحته أو من عدمه لم يستشر مجلس النواب لأن القبة هي صاحبة القرار وأعتقد أن القرار ناخل خلفية عائلية لدى السيد المستشار وأعتقد أن القرار لم يكن صحيحا كيف خلفية عائلية؟ كيف خلفية عائلية؟ سنعرضه على مجلس النواب طيب سيد إبراهيم كيف خلفية عائلية؟ لكن الحديث اليوم على أن كل ما ذكرتنا أعطيتك الوقت الكافي يعني هناك احتراضات عليه احتراضات قانونية ومن فوقها دستوريين فيما يتعلق بالنقطة التي ذهب إليها مجلس النواب حتى أن هناك من يتهم اليوم أن مجلس النواب طعم آخر سلطة موحدة والسلطة التي يعتبرها الكثير الحصن الأخير في الدولة الليبية ألا وهي القضاء وقام بشقها كما شق باقي المؤسسات لكن فيه من يدوي على أن الخلاف اليوم بين كتلتين كتلت دومة المؤيدة من قبل بلقاسم حفتر وكتلت عقيلة صالح اللي هو رئيس مجلس النواب هذا الصراع أنت اليوم جبت نقطة جديدة سيد إبراهيم الدرسي وقلت أن فيه خلفية قبلية أو عائلية لمسألة رفض عقيلة صالح لقراركم في جلس 26-6 هلأ أوضحت المشاهد وحطيتها في صورة ما هي هذه الخلافات العائلية سيد محمد دعني أقول لك أن حكم الدائرة الدستورية في 2014 لم يكن حكم قضاء بل كان حكم سياسي بامتياز الآن الطعون التي عرضت على الدائرة الدستورية في طرابلس هي خصومة سياسية وانتقام سياسي هو السكين في أيديهم هل نمد لهم رقابنا كما مددناها لهم في 2014 أبدا لن نمد لهم رقابنا وسلدينا كل الصلاحيات لتغيير المجلس العالي للقضاء لا أستاذ إبراهيم رجاء أستاذ إبراهيم رجاء أستاذ إبراهيم أنت تتحدث لا تتحدث على أنك عضو تتسم بالشفافية رجاء أستاذ إبراهيم إدرسي تتحدث على أنك تتسم بالشفافية وأنك واضح مع الناس وحتى في حديثك القبلي وعلي أبناء عمومتك يعني أنك تتحدث بشيء من التلقائية وهو أمر قد يفضل البعض لكن لما جيت في نقطة الخلاف القبلي لربما لم ترد وضع المشاهد في صورة هذا الخلاف يعني من حق المشاهد يعرف ما الذي يجري تحت قبة البرلمان أصل هذا الخلاف بين واحد عبيدي ودرسي أم ما هو على وجه الخصوص سيد محمد الخلاف ليس بين كتلتين خلاف فراي لما كنا نتحدث في هذا الموضوع في مجموعة من النواب كانوا مع هذه الكتلة ومجموعة ضد الكتلة والفيصل هو القاعة البرلمان هو سيد نفسه هو الذي يحكم ما بين رأي المستشار عقيلة صالح طيب في عجالة سيد إبراهيم هل جلسة بكرة ستكون من غير حضور عقيلة صالحة لكن القبة هي التي قبة البرلمان هي التي تفصل ما بين الخصمين هل هذه جلسة شرعية أم غير شرعية طيب جلسة بكرة رجاء سيد إبراهيم درسي أنا نقصت فيه شخصيا سيد إبراهيم رجاء يا أستاذ إبراهيم درسي مشاكل عائلية هذه موجودة بين كل العائلات موجودة كل بين كل القبائل في برقامنا نخفي هنا نحن مشاكل طبعا تغيير الرقابة دارية من راجل حاسي إلى واحد مثلا عيد نجم عقوري تغيير مثلا واحد العيد منصور بواحد العيد غير هذه موجودة والتحل ونحن نحل فيه مشاكل لدينا والرضو في بعضنا وما فيش مشكلة يعني سيد إبراهيم جلسة بكرة رجاء حتى أتحول لضيفي حتى أتحول لضيفي جلسة بكرة هل جلسة بكرة هتكون برئاسة عقيلة صالح أم برئاسة دومة أعتقد أن برئاسة النايب الأول ووجود النايب الثاني والمستشار هل هو موجود أم لا لا كان أجزم لك بدل لكن أعتقد أن أجزم لك أن بوجود النايب الأول والثاني طيب سيد عمار ربلك في عجارة وصلنا لختم الحلقة ومددناها من أجل أن يتحدث كل الضيوف ويأتوا على كل المحاور هل تسمية المناصب السيادية أو الاتيام بقرارات وقوانين متعلقة بشق دستوري كيف المحكمة الدستورية هكذا يكون تحت قبة البرلمان على احتبارك عضو مجلس نواب لا أعتقد سيدي الكريم طبعا المخرجات فبراير كانت واضحة وأيضا حتى أكد على ذلك قانون رقم ربعة لسنة 2014 الخاص بمجلس النواب بالإضافة لاتفاق الصخيرات وهو أن مجلس النواب يختص بسلطة التشريع للمرحلة الانتقالية فقط لأننا نحن في مرحلة انتقالية ولسنا في مرحلة دائمة المرحلة الدائمة نحن نعرف بأن القضاء الدستوري هو قضاء مستقل ويؤسس وفق الدستور يستفتع عليه كل الليبيين أما أن يترك هذا الأمر لسلطة مؤقتة اسمها سلطة تشريعية وغيرها فأعتقد بأن هذا من العبث السياسي وهو أيضا للمناكبة السياسية لأن حتى لو أن تم إنشاء محكمة دستورية في بنغازي وأيضا حتى نتيجة القانون طبعا للطعن أمام هذه المحكمة الدستورية التي صدر قانونها بالمخالفة للنظام الداخلي هناك حكم محكمة الآن هناك حكم من قبل الدائرة الدستورية تابعة للمحكمة العليا نعم ببطوان هذا الأمر نعم نعم أخي الكريم لكن ماذا يقول يقول بأن لابد للطعن أمام المحكمة الدستورية المنشأة لابد من موافقة رئاسة مجلس النواب أو عشرة أعظام من مجلس النواب أو رئيس الحكومة وعشرة أعظام من عشرة وزراء وهذا الأمر ينسف أساس مبدأ أصيل اللي هو مبدأ حق التقاضي لكل من له حق التقاضي من الليبيين أمام القضاء الدستوري وصلت سيد عمار رجاء وصلنا لختم الحلقة حتى أنتقل باقي الضيوف رجاء سيد الخراص في عجالة تتحدث دائما على أن الضامن هي قيادة القوات المسلحة لكن لم نرى لقيادة قوات عملية الكرامة حتى اللحظة أي تصور سياسي بخصوص حل الأزمة فقط العرقلة النقد لربما المشاركة في بعض الصفقات السياسية لكن ماذا عن التصور السياسي للمرحلة القادمة؟ نعم سؤالك هو إجابة في نفس الوقت القيادة العامة هي مختصة بشأن عسكري وتطوير قوات المسلحة وحماية القوات المسلحة وحماية الحدود وغيرها ولكن إذا اضطرت عن طريق مستشاريها في التدخل في شأن السياسي من أجل حماية المؤسسة فقط وبدليل لجنة 5 زي 5 الأمنية المشكلة الآن من ضباط وخرجين الكليات الذين نحترمهم من الغرب وشرق البلاد وجنوبها هذا دليل لم يتدخلوا من رغم أن مسار الأمني قد يعطيهم أو يفوضهم أن يدخلوا في مسارات أخرى عن طريق اقتراح مقترحات قد تقدم المسار الأمني أو الاقتصادي المقصار الاقتصادي يقدم المسار الأمني أو المسار السياسي هذا أكبر دليل بأن ضباط وقيادات المؤسسة العسكرية هم أشخاص منضبطين ويحترموا القانون ويحترموا مدنية الدولة ولكن شيطانة القوات المسلحة ومحاولة التكرار تنميض فكرة بأن القوات المسلحة هي الوحش الذي تحاول سد أي طريق للاستقرار أو الوصول إلى تسوية حقية بين أبناء الشعب الواحد وأكد أن الليبيل ليس هناك مشكلة بينه وبين بعضهم البعض وليس هناك مشكلة غير تواجد أجتام جاثمة سياسية تتبع إلى تيارات سياسية وولاءات خارجية أوصلة البلاد إلى الانسداد الحالي المؤسسة العسكرية كل يوم أفضل من اليوم الذي قبله وكل يوم نشاهد تطوير وبناء وهذا رسيد لكل الليبيين هل نقتل 100 ألف جندي من أجل أن يرضى صلاح البكوش واتباعة وتيار الغرياني لا أعتقد أن هذا الأمر مقبول لأبناء ليبيا و20 أو 25% من القوات المسلحة هم من أبناء المنطقة الغربية وهذا الأمر يضيف وليس بالسلب على المؤسسة العسكرية طيب سيد صلاح البكوش اليوم من الواضح ولأول مرة طيلة طيلة تاريخ البرلمان نلاحظ أن هناك انقسام داخلي لأول مرة لا تمر قوانين رئيس المجلس عقيلة صالح بكل هذه السلاسة ونرى أن هناك طيف سياسي آخر تحت قبة البرلمان لربما يعارض قرارات عقيلة صالح ألا تراها أنها أمر صحي ومخالفات تخدم العملية السياسية الليبية بالله بعد القصة اللي حكاها لأن السيد الدرسي توا على العركة داخل مجلس النواب بين طرفين وبدين قال لك فيه زاوية قبلية وعائلية ولما قلت لها أنت باي وضحنا وضحنا ما باش ولكن في الأخير قال لك شنو قال لك على سبيل المثال تغيير الرقابة الإدارية من واحد حاسي لواحد عقوري بالله هذا مجلس نواب تبقوا تعبوا عليها ليبيين يدير لكم خارط الطريق والله ما يقدروا يديروا خارط الطريق كيف تطلع من سوق الظلام لميدان البلدية مش يديروا لك خارط الطريق لليبيا فهذا هو مربط الفرس يجب علينا أن نغير الطريق في ليبيا تغيير أساسي وكامل وجذري أن نتخلى عن مجلس النواب ومجلس الدولة ومجلس الرئاسي ومجلس الوزراء المتاع حماد ومتاع دبيبة ونخرج بآلية بالتعاون مع المجتمع الدولي للوصول إلى توافق حول انتخاب جسم تشريعي يضع لنا دستور وبطل قصة حكومة في حكومة في حكومة في حكومة أشكرك المحلل السياسي وقاعدين لنا 14 سنة و13 سنة بدون دستور صراح البكوش كنت معنا ضيفا عبر الأقمار الصناعية من داخل طرابلس شكر مرسولي ضيفي عضو مجلس النواب من بنغازي إبراهيم مدرسي الذي صاحبني عبر الأقمار الصناعية كما أشكر ضيفي من طرابلس عضو مجلس النواب عمار لبلغ وأشكر ضيفي أيضا المحلل السياسي من مدينة بنغازي حمد الخراز إلى هنا وصلنا وإياكم مشاهدين على ختام حوارية الليلة حوارية الليلة عبر الأحلار يعني تحاول تمثيل كل الأطراف السياسية بمختلف التوجهات نحن هنا لا نضع الكلام في أفوام أو أفواه أي من ضيوف ما لهم الحق في الحديث بما شاءوا كيفما شاءوا في ساعة الحوارية اليومية تقبلوا تحياتي وتحيات فريق العمل دمتم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء